رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته رسمياً من رئاسة الحكومة حمدوك وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي أكد أنه بقراره هذا حاول تجنيب البلد خطر الانزلاق إلى كارثة مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى أهمها العزلة الدوليات والديون وتأتي استقالة رئيس الوزراء السوداني بعد حالة من الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ التوترات التي شهدتها في أكتوبر الماضي عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية